اسمي محمد حمان اسم محمد محمد عبد العربية لكن اسمي حمان ده هو ان كان الاسم التجاري الواحد خطاط فلازم يعني حيكله شهرة تعلمت الخط العربي عن طريق المدارس الأولية كنت بقى قدرس القرآن وكان المدرس فتاعة القرآن المدرس فتاعة العربية والمدرس فتاعة الحساب كل واحد بيطلع على الصبورة وبيكتب عنوان الدرس على الصبورة دي خلت الإنسان يعنيه مليانة مليانة بالفن الخط العربي نشأ في الحيرة وبعد عملية لها تاريخ طويل يعني إنما مثلا إحنا نقدر نحسبه من أول الرسالة من أول الرسالة كان فيه خط بيتكتب به القرآن اللي هو الخط الكوفي الكوفي المصحفي وبعدين في كل عصر بيحصل فيه عملية تطور حضاري وبيحصل تبادل ما بين البلاد وبعضها والتبادل طبعا ده محتاجة عملية الكتابة فكانت هي الأول ابتدأت الكتابة وبعدين مع تطور حضاري ابتدأ يبقى خط يعني كانت الكتابة حاجة والخط حاجة تانية مع التطور الحضاري ابتدأ يحصل بقى ناس عايش بقى في رفاهية فبقى فيه ثم في كل عصر من عصور أضيف إلى الخط ألم جديد إلى أم وصل حاليا دلوقتي إلى هم الست أقلام اللي هو الكوفي والسلس والنس والرقعة والنس تعليق والديواني ومشتكتين منهم زي عملية الموسيقى برضو يعني ده بيطلع من المقام برضو ايه مقام تاني فطلع من السلس حاجة تانية اسمها الإجازة سلس على نس وطلع من الديواني حاجة اسمها جلي الدواني وفيه طبعا المحقق والحاجات من السلس برضو طلع المحقق فايه دين حاجات فرعيات الخط العربي مفيش أي خط من الخطوط العالمية دهيا استطاع ان هو يعمل له كفن مفيش إنما الخط العربي موسيقى كان القصر الملكي اللي الخطات فيه رئيس فاسم الخط ياخد ردبة البكوية لأن فيه جمال وفيه روحانيات تلنا كده هو الغات لما وصلنا إلى نص القرن الماضي نص القرن الماضي وكان الخط تبع للقصور الملكية وبعدين انتقلت إلى وزارة المعارف وابتدأ العد ابتدأ العد التنازلي وابتدأ سحب السجادة من تحت رجل مصر برغم أن مصر كانت قبلة القصة في القصة العربي ده غير كده هو إن هي مش عملية فنية وباس دي ضرورة حياتية دي ضرورة من الضرورات يعني سبحانه وتعالى قالت نون والقلم وما يسترون نحن الأسب الشديد بيقفلوا مدارس الخط العربي كان عندنا 350 مدرسة قفلوا 150 مدرسة مدارس ما قبضتش خالص بقالها رابع سنة لأن هم اللي عايزيننا نقف المدارس وعمرنا ما حناف المدارس يعني إحنا متحديين الأعمالية اللي عاوزين يقفلوا مدارس الفطوط وقاعدين فيها وحندرس وببلاش الرجل الجامعي خطه سيء جدا جدا أنك تبريخ ودهوا من إيه؟ لأننا عايزين بيلغى لا جين حصة الخط في حصة خط موجودة حصة خط بيدفع عليها فلوس في الروز وموجود كرسات خط ولكن مين اللي درس؟ مفيش مدارس خط وإحنا كنا بنطلع 15 ألف مدارس كل سنة بعد إهمال الخط هو مش أسر الخططي الخطة دي ده كانت صناعة صناعة الخط صناعة غير فاهمين الخطة هو الكتابة لا دي كانت صناعة الخطة قادوا على أسر صحيحة ولكن قادوا على إيه؟ قادوا على الشعب كله الشعب كله خلا ما بقاش عنده حس ما بقاش عنده تلقي يعني أنا دايماً أقول أنا لو روحت عند الدكتورة علشان أكشفه وهو ده اللي هيحيني ولا يبطته سيئة مش هروح له مش حاسس بإسمه أعزور برضو الشعب لا محدش علمه كان دار العلوم لابد في دار العلوم لابد فيها خطات كان فيها سيد بي إبراهيم هو خطات بتاع دار العلوم الأظهر لازم يكون فيه مدرس خط مدرسين خطوط كلتهم جميلة كلتهم التطبيقية مدارس المعلمين مع عهد المعلمين لازم يطلع اللي بيمسك طب إزاي هتعلم ابني الكتابة الخطاتين بقوا زي التربش جاية الخط جاب له الحظ ما كان تصف حروف والخطاتين أصبحوا في وضع غير مألوف ما كان بتكتب وإحنا نقشرتهم عملنا إيه يا زمن دايما تزيدنا هموم إن قلنا نترقى تزرع فيه طريقنا سموم إن كانت الماكانة هتكتب زي معرفنا هنبقى زي الصور مرسوسة في ألبوم الله يرحمك يا حبادي